موسيقى دول الساقين أكثر أمراض الأوعية الدموية الشيوعان في العالم كله على الرغم من أنه قد يسبب ألأ لناس كتير لكن أقدر أطمنهم جميعا أنه مش بيمثل أي مخاطر هو الإزعاج بتاعه بس في الأعراض لو أنا متدام الأعراض خلاص هو ده المشكلة الوحيدة لكن هو مش بيمثل خطر والحمد لله الأعراض بتاعته المدى بتاعتها كبير من أول ناس ما عندهاش حاجة خالص وبعد كده فيه ناس عنده شوية شعيرات تحت الجلد سويرة بعد كده الدرجة الأكتر فيه ناس عنده عروق زرقة بينها بوضوح لحد بقى في الآخر فيه ناس اللي عندها المضاعفات اللي الجلد بتاعتها لونه بدأ يبقى مختلف وقد يؤدي إلى حدوث تقرحات وتورم بالسق ده يعني في الحالات اللي متسبة بقى مدة طويلة بدون علاج بنشخص المرض ده هوت إزاي؟ أول حاجة الفحص الإكلينيكي نشوف العلامات اللي قدامنا بعد كده دايما بنطلب أشعة اسمها موجات صوتية على الأوريدة دوبليكس بتدينا خريطة كاملة للأوريدة من فوق لتحت من البطن يعني لغاية القدم عشان نعرف الأوريدة الرئيسية بتاعتنا بعيد عن اللي هي اللي متشافة تحت الجلد الأوريدة الكبيرة بقى مين منها مسدود؟ مين منها فيه تمدد؟ مين منها فيه ارتجاع؟ كلمة ارتجاع معناها أن صران الدم مش منتظم فيه تسريف في الصمامات يعني وبناء عليه منقرر العلاج والعلاج هيكون على حسب اللي لقيناه في الأشعة لقينا أن الأوريدة الرئيسية سليمة يبقى الموضوع يقتصر فقط على الأوريدة اللي تحت الجلد اللي ممكن يتملها حقن أو يتم علاجها بالليزر لقينا الوريد الرئيسي فيه مشاكل كنا زمان بنعمله عملية عشان نستقصله لكن دلوقتي والحمد لله بقينا بنستعيد عن ده بإجراء أسطرة بسيطة ندخل فيها أسطرة ليزر أو تردد حراري طاقة حرارية تكوي الوريد ده خالص من غير ما نضطر ما نفتح ونشيله وده إجراء بسيط ممكن المريض بيخرج في نفس اليوم وعودته للعمل بتكون سريعة الألام اللي بعد العملية أقل من الجراحة بكتير فده سهل على مرضى كتير العلاج اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة